من سادة التابعين الإمام الفقيه الزاهد أبو سعيد الحسن بن يسار البصري وأمه خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين كان من أفقه التابعين قال قتاده كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا وكان من أزهد الناس قال مطر الوراق دخلنا على الحسن نعوده فما كان في البيت شيء لا فراش ولا بصاط ولا حصير إلا سرير هو عليه ولذا كان يشبه الصحابة قال أبو بردة ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه وقال أبو قتادة العدوي عليكم بهذا الشيخ يعني الحسن فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه وكان فصيحا ذا مواعظ بالغة قال حفظ بن غياث ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى نطق بها وكان أبو جعفر إذا ذكره يقول ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء ومن نفائس أقواله ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك وقوله إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل مات الحسن بالبصرة في مستهل رجب عام عشر ومئة عن ثمان وثمانين سنة وصلي عليه عقب صلاة الجمعة وكانت جنازته مشهودة رحمه الله رحمة واسعة